النهارده المباراة شفتها زي مباراة الدخلية سؤال عام في البداية فرقة الدخلية عملت مراجع ايه ده قبل ما نتكلم عن اللي حصل في المباراة فرقة الدخلية مش بس مباراة النهارده كريم انه وقت تولي كابتن علاء عبدالعيل اصبحت اكتر تنظيما يمكن كابتن الهدى الشحادة كان بيقدم كرة منتعة ما كانوش موفقين ما كانوش محظوظين فغير الادارة نادي الدخلية غيرت وجابه كابتن علاء عبدالعيل فرقة اصبحت اكتر تنظيما كذبوا مباراة خسروا من الاتحاد السكندري في الدقائق الاخيرة بالهدف احمد عيد النهارده كملوا سلسلة المباراة الجيدة تاكتيكيا اللي بتقدم يمكن ساعد فيها شوية حاجات هنقولها لكن اجمالا لا فرقة الدخلية في اطار الامكانيات والحدود الامكانيات عمل مباراة جيدة انا هسيب عشان الوقت ممكن يروح مننا هسيبك تحلل براحتك النهارده هخش في بعض المقاطعات بس انا عايز ابدأ بالهدف بتاع الدخلية مش الهدف بتاع النادي الادي عشان الهدف بتاع الدخلية ده ليه حكاية ليه حكاية فيه وسط ملعب النادي الادي اللي كان فاضي تقريبا مفيش حد بيضغط على اللعب الكامعات كل اللي مش امطارة عريضة وسوري طويلة كثيرة والراجل رشيد المهاجم لا انا اجابه لك قبل كده بس واقف اه ده من اول خش انت اه القصة اول الهدف ده جريمة مكتملة الاركم من الجامعة كاري جريمة مكتملة الاركم من كل فرقة النادي ان شاء الله رب من ربيعة بس هو كان كله هو هو طبعا بس يشيل 70% منها طبعا بلا شك بس مش لوحده طبعا طبعا لكن ابدأها بقى واحدة واحدة اول مكرة تتجى عند افشة وقف وقف يعني مشي مشي الكرة على سرعيتها عادي مشي مشي اول مكرة ترجع لأفشة تاني وقف مشي كمل 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 وقف وقف بس يرجع 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 بس يبدو للوهلة الاولى يبدو للوهلة الاولى ان الراجل هنا عمل قرار خد قرار لما يكون ده البلاي ميكر بتاع النادي الاهلي افشة وبالمناسبة بالمناسبة اما بين قصين عشان دايما بقيت اي جملة مفيدة بيتحط فيها بعض اسمائي اللاعبين افشة قدم مباراة جيدا النهار صح مد ديها 65 صنع خمس فرص محققة للنادي الاهلي قبل ديها 65 اهلا ما رحش في ولا كور صح او منزل عمل عمل حالة واتحكم في وسط الملعب الهجومي صح طيب القرار هنا قرار سيء كعادة قرارات لعيب النادي الاهلي الهجومية شوف انا بقول لك جنة الداخلية اوله قرار هجومي خاطئ حول الامر كله من مجرد فرص ابتضيع بص هنا القرار الطبيعة كريم انا عندي لعيب هنا فاتح انفراد اتنين اللعيب التاني مش تسلل محمد شريف فعندي قرارات كتير اقف وتأنى واحط الكورة واعمل الاضمن والاسهل لان انا فيه لعيب هنا في مصاري الكورة اللعيب اه 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 في مصاري الكورة وده اللي حصل الكورة دي القرار فيها اتاخد غلط رغم ان كان عنده هنا ان هو يحط الشاد حسين الرجل انفراد تماما بالمرمى يحط الكهرباء كمل بقى كمل وشوف الكورة راحت فين بعد كده اه دي اول جريمة تشاطل طبعا فيه بشكل سيء جدا فيه تشامبادي كمل ووقف له هنا عند الديانج ووقف هنا ووقف هنا ايرجع 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 الطبيعي بتاع اليو ديانج انه ياخد الكورة دي ده ده رسمال اليو ديانج اللي بقاله اربع خمس مباريات غير موفق وانا هنا رفعت جرس انظار وقلت ان اليو ديانج هيرجع ذهنيا تم ارهاقه بشكل كبير جدا في كاس العالم الاندية كمل ادي الاولانية الراجل دخل طبيعي وارد انه ما ياخدهاش طيب اعمل هنا يا اما تعمل سبرينت يا اما تعمل فاول الراجل اللي لحقه انه يعمل فاول ولا عمل سبرينت بص بقى وقف طلع 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 بص بقى الفرقة كلها بتتماشي مش الراجل بش ديانج بس الفرقة كلها بتتماشي الفرقة بص الثلاثي بتاع وسط الملعب كله راجع بيتماشي الضغط سلبي وقف هنا بقى وقف هنا وقف هنا وقف هنا بص يا كابت الرامي يا ربيعة لعيب دولي بلعب في نادي الاهلي الجاهزية البدنية لما تكون بالحالة ده انا اجبها لك واحدة واحدة الجاهزية البدنية لما يكون بالحالة دي الراجل يخش يحجزني بالشكل ده وانا لعيب لمجهد ولا انا باش باخد عدد دقائق كتير ولا انا باشترك وكون بالحالة دي والراجل يخش يحجزني الاول ورامي لعب كوي اصلا اه ده طبيعي راس مالي ان انا بعمل راجل سنتر باك كوي والراجل يحجزني بشكل كمل كمل وبعدين هاخد اعمل الاعادة اللي بعدها كملها عليها لانها كمل معرومي وهكمل مع الشناوي طيب هرجعت الاعادة يعني كمل عليها على الطبيعي بتاع وهاتي الاعادة عشان ناخد الكادر اللي من ورا اه يلا 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 سريع بص 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 ادي ادي الاولانية بص كريم ماشي بحيس بمبكسلش بس وقف هنا بص ادي الاولانية الراجل اتحجز اتحجز قدر الغلطة الاولى الغلطة التانية ماشي لي فريم واحد كمان بتعمل يا رام ارجعتين 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 لا خلاص عشان اه بس بقى ماشي بقى ماشي اوكي خلاص الراجل بعد الطبيعي اللعب لف بيه كريم اروح عامل تاكلنج اعمل بلوكلي كور لا ده هو وقف بفرج عليه هو سابه رايح بقى وقف الراجل خد ولف بيه وقرأ طولت نص متر عن الراجل وهو لسه رامي واقف مكانه ما اخدش قرار كمل 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 مشيها على طبيعتها وقف على الترايب بتاع الشناوي بس ارجع ارجع الطبيعي الطبيعي الشناوي رجليه تبقى مفروضة عن كده شناوي داخل ضمم رجليه النزول كان بس هو حاطت معظم جسمه بعيد عن الكورة الطبيعي يبقى الشناوي المساحة الاكبر من الجسم الصدر والدرعين يكونوا في اتجاه الكورة مش عكس اتجاه الكورة زي ما نزل كده علشان يعمل لها البلوكة او الانقاذ بشكل جيد يتحمل جزء بسيط منها الشناوي يتحمل الجزء الكبير طبعا نرامي ربيعة يتحمل جزء اليو ديانج ويتحمل جزء قفشة فلما يبقى الشكل ده والرجوع بص شادي حسين راجع والعيمة وسط الملعب لسه ما راجعتش العيمة وسط الملعب كتراجعة بتتمشى فالهدف مش القصة في انه هدفة كريمة ولا القصة في الاستلام الجايد اللي عمله رشيد احمد رشيد ولا انه لف بالشكل ده ولا حطوا الكورة بالشكل ده فبالنسبالي جريمة كبيرة جدا جدا من الدفعات الاهلي اللي حصل في الهجمة بالكامل عظيم جدا